السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم قضايا بالجملة مثارة ضد راشد الغنوشي رئيس حركة النعضة وعدد من الشخصية الأخرى أسماء كبيرة اليوم نلاحظوا في أن القضاء في عهد رئيس الجمهورية قيس سعيد تمكن من فتح جملة من الملفات اللي ما كانش تنجم تتفتح بالكل بعد طبعا الإجراءات اللي صارت بعد الخطابات اللي صارت فيبدو أن القضاء تحرر في تجاه فتح كل الملفات دون استثناء أي ملف دون استثناء أي شخص مهما كانت سيفته مهما كانت يعني ما كانته أو أمواله أو الجاه اللي عنده والعلاقات اللي عنده اليوم نحكيه على راشد الغنوشي طبعا نحكينا على تجميد الأموال والأرصد أمتاعه على خلفية قضية جمعية نماء تونس الخيرية هو ولده وبنته وصهره رفيق عبد السلام هو زيدا وحمدي جبالي وبناته زوز يعني عدد من الأشخاص كنا نحكينا عليهم سابقا اليوم سيمي أطريقي محامي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يقول بأنه هيئة الدفاع على المنوبة متاحهم ما عندها حتى علم بقرارات تجميد أرصدات راشد الغنوشي واستدعاءه للتحقيق فيما يعرف بقضية جمعية نماء الخيرية ويقول بأنه هيئة الدفاع أصبحت آخر من يعلم بهالقرارات اللي تم تسريبها للأعلم هي الحقيقة هو قرار مش مسرب هو قرار رسمي وشفنا حتى القايمة متاع الناس اللي تم تجميد الأرصد معناها قرار من لجنة التحليل المالية في البنك المركزي من ممضى من محافظة البنك المركزي التونسية وثيقة رسمية هو يحتاج كيفش متاح مش أعلام هيئة الدفاع يقول الطريقي بأنه قضي التحقيق اتخذ الإجراء هذا قبل ما يستمع إلى راشد الغنوشي في ملف جمعية نماء تونس الخيرية ويعتبر أنه اسم الغنوشي وقع إسقاطه يعني مسقط في القضية ويعتبر أنه الضغط واضح على حد تعبيره به يقول بأنه ملف قضية جمعية نماء تونس نذكروا اللي هما 33 شخص وكل الأسمة سياسية يقول يعني ملف القضية لم يتضمن أي إشارة تفيد بعلاقة موكله راشد الغنوشي بالملف هذه وحتى شيء ما يثبت وجود تمويل من طرفه للجمعية أو تحويله أموال لحسابها ويعتبر أنه قرار التجميد قرار سياسي في اتهام مباشر إلى رئيس الجمهورية قيس إسعيد على هذاك يعني تقريبا تعودنا في الفترة الأخيرة أنه حركة النهضة يعني تعقد الندوات المستعجلة تتفكروا قدش مرة هيئة دفاع الشاهدين شكري بلايدي محمد البرهيم تعمل كونفيرانس في الصباح بينصير معناها العادي أنها بتتوجه اتهاماتي للنهضة والغنوشي ففي المساء حركة النهضة تعقد ندوات صحفية بش ترد على الاتهامات اليوم حركة النهضة بش تعمل كونفيرانس دو بريس هكا تقول هي لإنارة الرأي العام حول جملة من القضايا والمستجدات الوطنية بش تكون يعني الكونفيرانس هذي تكشف فيها وترد فيها على الاتهامات الي توجهت خاصة الى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اللي تم تجميد الاموال متاعه البارح كما قلت لكم مع صهره وابنه وبنته حمادي جبيل جبيلي وأبنئه ثلاث زوز ابنية وطفل ولد حمادي جبيلي زينب الابراهمي هي محامية عن حركة النهضة شوفناها في الكونفيرانس دو بريس ديما حاضرة يعني بش تكون حاضرة في الكونفيرانس دو بريس هذي بش تقول يعني تقدم المطايات الي عندها نلقى من بين الاسماء والقضايا الاخرى قبل ما نقول الاسماء القضايا الاخرى اللي مجبوط فيها يعني عدة اسماء خيالية قضية ثانية اللي هي قضية أنستالينغو اللي تم الكشف عليه البارح هو انه فما تحويلات بنكية فما حوالات بريدية مجموحة مئات الملايين يعني أول وهي أول منصة يعني تم كشفها منصة أنستالينغو في تونس أمويل كبيرة وخليني يقول لكم بأنه قضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة واحد تمكن أو انتهى من التحقيق مع ثلاثة أطراف في قضية أنستالينغو وقرر إصدار جزء بطاقة إداع في حق مرأة وراجل وابقاء الطرف الثالث بحالة سراح علما وأنه عدد البطاقات بطاقات الإداع وصل إلى حدود الأمس تسعة بطاقات صادرة عن قضية التحقيق وثلاثة بطاقات إداع بالسجن صادرة عن ذائرة الاتهام وهي بصدد التنفيذ فما متهمين أو زوز متهمين محجر عليهم السفر أخرين تم تجميد الحسابات البنكية متاحهم حسب ما أكده رشدي بالرمضان المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسا واحد ويقول أنه عدد المشمولين بالبحث في القضية هذه قضية أنستالينغو وصل الواحد وثلاثين القائمة قابلة للارتفاع على ضوء تطورات الأبحاث في البارح إذاعة موزيك نشرة أخبار قالت أنه قضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسا 2 أصدر البارح العشية زوز بطاقات إداع بالسجن في حق المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية توفيق السبعي وامرأة وذلك على خلفية التحقيقات المتعلقة بقضية مؤسسة أو شركة أنستالينغو دونك للطرف اللي تم الاحتفاظ به لمرأة والراجل حسب إذاعة موزيك الراجل هو المدير العام السابق للمصالح المختصة في وزارة الداخلية توفيق السبعي أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية كانوا أحالوا المدير السابق للمصالح المختصة والمرأة هذه بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق وأصدر البارح في حقهم يعني زوز بطاقة إداع بالسجن قاضي التحقيق أي قرر أيضاً الإبقاء على ابن المدير العام السابق للمصالح المختصة في حالة سراح مع العلم معناها وإنه محيلة على أنظاري بحالة تقديم نلقاه أنه نذكر شوية بأطوار القضية هذه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سلسة اثنين مؤخراً هارتليثة اللي فات وهو متعهد يعني بالقضية المتعلقة بشركة أنستالينغو كان أصدر بطاقة إداع بالسجن في حق زوجة القيادة في حركة النهضة عادلة دعداع لتهم تعلقت بتبييض وغسيل الأموال والتآمر المقصود به الأعتداء على أمن الدولة الداخلي حسب ما أكده هو في تصريحاته وحسب نفس المصدر فتمت إحالة زوجة الدعداع عن هارتليثة اللي فات على أنظار قاضي التحقيق بحالة احتفاظ من طرف إدارة الشرطة العدلية بمقتضى إنابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق وتم إدراج عادل الدعداع وبنته في التفتيش على ذمة نفس القضية قضية ستبوح بأسرار خطيرة وخطيرة جداً وتهم خطيرتهم أمن لبلاد ترجمة نانسي قنقر